من القدس ننضم إلينا مراسلنا نضال كناعني نضال أهلا بك تفاصيل أكثر حول ما تضمنه بيان الجيش الإسرائيلي حول قصف هذين المبنيين وتفاصيل أكثر حتى يعني عن هذا الاستهداف ومعطياته نعم كارولينا أولا يعني هذين المبنيين كان هناك منذ فترة وهم قريبان من قرية مجد الشمس في الجولان السوري المحتل كان يستخدمان في الماضي للاحتفالات المشتركة بين أهالي الجولان المحتل والجانب الآخر من السياج الحدودي وربما قصف هذين المبنيين هو رسالة سياسية ربما للجانب السوري حول رؤية إسرائيل لأي علاقة بين السوريين على طرفي الحدود في الجولان السوري لكن هذا عموما كان العمل العسكري الثاني الإسرائيلي اليوم على الأراضي السورية اليوم في ساعات الصباح كانت هناك عملية اغتيال لناشطين في حركة الجهاد الإسلامي على الأراضي السورية بالقرب من قرية بيت جن على بعد نحو عشرة كيلومترات من الحدود بمسيرة إسرائيلية وهي أيضا تأتي بعد أيام من قصفين إسرائيليين مكثفين على منطقة طرطوس وعلى منطقة حمص وأيضا قصفين في يوم واحد هناك تصعيد إسرائيلي في الهجمات التي ينفذها سليح الطيران الإسرائيلي على الأراضي السورية في الفترة الأخيرة مصادر أمنية إسرائيلية تقول بأن إسرائيل تريد الرد على التواجد الإيراني وعلى النشاط المتزايد لحزب الله على الأراضي السورية خاصة بالقرب من السياج الحدودي مع الجولان المحتل إسرائيل تقول بأنها تعلمت من غلطتها مع حزب الله وهي لا تريد تكرار نفس الخطأ الآن على الأراضي السورية اليوم نشر تقرير لمعهد دراسات الأمن القومية الإسرائيلية يتحدث فيها أن أحد المخاطر القادمة بالنسبة لإسرائيل المخاطر الاستراتيجية هي إمكانية اندلاع حرب على الحدود الشمالية بسبب ما يسميه الثقة الزائدة لحزب الله اللبناني ومحاولاته كل الوقت امتحان إسرائيل وربما وضع خطوط جديدة مع إسرائيل ورسم معادلات جديدة وبالتالي كل قضية الجولان وما يجري على الأراضي السورية له علاقة مباشرة بالتوتر مع الحدود اللبنانية ومع حزب الله إسرائيل ومنذ سنوات تعتبر أن الجبهة الشمالية باتت جبهة واحدة تضم كل من الأراضي اللبنانية والأراضي السورية وهي تتعامل معها بنفس المنطق وهي ربما ترد على حزب الله على الأراضي السورية حيث الرد أسهل ولا يتوقع رد من حزب الله من الأراضي السورية شكرا جزيلا لك على كل هذه الإضاحات من القدس مرسلنا نضال كنعنا